أنت تشوف الأمير عبد الرحمن جديد رئيس لنادي الهلال؟ لا أنا أشوف أن عبد الرحمن قاض سنوات ونصف رئاسة الهلال حقق إنجازات كبيرة واستفاد من هذه التجربة بعض الأشياء خسر مادياً قصنقاً صحياً لكن أنا أعتقد أنه استفاد خبرات عبد الرحمن زي إحنا كلنا يعني حساسين بس دخولنا في الرياضة مع كثرة الهجوم اللي يجيك ما في حبة تأخذها وتصير حساس أقل لا بد أنك تتعرض إلى تجارب فهمت كيف من الانتقاد من اللي يسوى واللي ما يسوى بطراحة هل من يسمع للانتقادات أكثر؟ أنت ولا هو؟ لا أنا أعتقد مدري أنا حساسين عبد الرحمن في السروات الخامسة والسادسة بدأ يصير زي ما أتمنى أنه يعني ما يهتم لأنه يعني أنت تعرف اللي يشتغل في مجال عام الامج حقتك شيء يطلع وينزع هل كان هو ضحية طموح الأسيوية؟ لا لا بالعكس عبد الرحمن سوى اللي عليه وأunt referencing عدة نقلات يعني مثلا أنا أشوف أن اللاعب ما نبغى ندخل الآن في رياضة المحلية كثير عبد الرحمن سوى نقلة في مستوى اللاعبين الأجانب اللاعبين الأجانب في الفترة الأولى كانوا على مستوى عالي اللي هي فترة ريفيلين وإلى اللاعبين منتخب تونس العظام لكن لما عادت اللاعبين الأجانب أتوقع أن يسوى النقلة الكبيرة في مستوى اللاعبين الأجانب طبعا هو الأمير عبد الرحمن غير طبعا الأشياء اللي يسواها في مشاءات الهلال غير اللغة الراقية أنا أتمنى من عبد الرحمن أن يعمل كتاب عن ردوده في تويتر لأن عبد الرحان ترى بليغ وسريع البديهة وخفيف دم وأنا في مرات كثيرة أتمنى يعني أحس أني عندي نفس خفة الدم هذه بس ما أتجرأ زي عبد الرحمن أني أرد فأنا دائما ما أرد على أحد في تويتر عموان لكن ودي بعض الأحيان أني أنت في هذه الزيارة قربت ما ديش بعرفك من 20 سنة لكن قربت منه أكثر أنا أتمنى لك كل التوفيق